اتسعت دائرة العنف والمعارك في درفور غرب السودان مؤخرا والتي توصف بأنها الأكثر دموية خلال السنوات الأخيرة ما تسبب بمقتل وجرح المئات آخرهم مقتل نحو 25 طفلا وتسع نساء مطلع الأسبوع الجاري فكيف ستؤثر هذه المعارك على خطوة المصالحة وما تداعيتها على المشهد السياسي في السودان وهل تحاول أطراف سودانية التفرد بالقرار الغرب السوداني المنكوبي بالصراعات المسلحة وأعمال العنف يعود للواجهة من جديد بعد اندلاع واحدة من أكثر المعارك دموية في درفور خلال السنوات الماضية معارك استدعت مناشدات دولية وأمامية لوقفها بعد أن اتسعت دائرة العنف لتبتلع عشرات ضحايا من المدنيين العزل والأسوأ عشرات الأطفال الأبرياء عدا عن عشرات المسنين فبينما تحدث محافظ ولاية غرب درفور عن أن أعداد القتلى تجاوزت المائتين أكدت لجنة أطباء السودان أن هذا العدد تقديري ليس إلا وأن الأعداد قد تتجاوز هذا الرقم بكثير جولة المعارك الأحدث في غرب درفور اندلعت هذه المرة على خلفية مقتل اثنين من الرعاة العرب بالقرب من منطقة كرينيك شرق الجنينة عاصمة الولاية وهو ما ردت عليه ميليشيات الجنجويد باقتحام البلدة بأسلحة ثقيلة لتمتد أعمال العنف في نهاية المطاف إلى الجنينة حيث تعرض المستشفى الرئيسي للهجوم ما تسبب في توقفه عن العمل هجوم نددت به منظمة الصحة العالمية بشدة ولسيما بعد مقتل اثنين من العاملين في المجال الطبي وطالبت المنظمة الأممية بالوقف الفوري للعنف وللهجمات على منشآت الرعاية الصحية مشيرة إلى أن موظفي الرعاية الصحية يقومون بإنقاذ الأرواح تحت ظروف عمل غاية في الصعوبة ولا ينبغي أن يضاف لها خطر الترهيب وهو الموقف الذي تبنته يونسيف كذلك التي أكدت على أنه لا سبب يبرر قتل الأطفال وذلك بعد تقارير عن مقتل أكثر من عشرين طفلا الأوضاع المشتعلة غربي السودان دفعت بمفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مطالبة الحكومة السودانية بالتدخل لوقف العنف وإنقاذ حياة المدنيين وهي الدعوات التي قد يضيع صداها وسط زحم التوترات السياسية في الشارع السوداني حيث لا توافقات حتى اليوم بين أطراف الأزمة السودانية في البلاد المتمثلة في المؤسسة العسكرية والقوى المدنية وذلك رغم مرور أشهر على محاولات رأب الصدع بين الطرفين وطرح عشرات المبادرات للتوصل لحلول توافقية ما يجعل من ساحة المعارك غربي درفور مفتوحة ربما على مزيد من التصعيد والمزيد من الضحايا هذا وقال بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم إن مسؤولين من فرنسا وألمانيا والناروج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي اختتموا زيارة للخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية في البلاد وأضاف البيان أن المبعوثين الغربيين دعوا إلى إحراز تقدم نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية كما دعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة البناء والكاملة بالعملية السياسية وحضر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية كما شدد الوفد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها يوني تامس كما شدد الوفد على احترام حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالسودان وأعرب الوفد أيضا عن قلقه إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني أناقش هذا الملف مع ضيفي من بوستن أليكس ديوال الخبير في الشأن السوداني والإفريقي وهو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي مرحبا بك سيد أليكس ديوال نتحدث عن ما جرى خلال الأسبوع الماضي في منطقة الدارفور في السودان هذه المناطق عادة ما تشهد بين فترة وأخرى عمليات قتل وتهجير لسكان هذه المناطق بين قبائل العربية وكذلك قبائل أفريقية لأسباب قد تعلن في البداية بأنها مشاكل حول الحدود والمياه وما شابه هل يمكن أن نعتبر ما جرى الأسبوع الماضي ضمن هذا السياق؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالوضع السياسي وكذلك الاقتصادي في البلاد؟ الموقف في دارفور تسببت به النزاعات الداخلية إنه بصورة أساسية نزاع إثني بين القبائل العربية وقبائل أخرى بشأن من يسيطر على المنطقة كانت هناك محاولات لحل الخلاف ولكن لم تنجح أي منها المشكلة الأساسية التي تواجهنا حاليا هو أنه لا توجد حكومة في السودان ناهيكة عن دارفور وهناك ثلاث مكونات عسكرية تشكل الحكومة الحالية هناك القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال البرهان ثم قوات الدعم السريع بقيادة أحمدتي والكثير من أعضائها جاءوا من ميليشيات عربية هذه المكونات لا تتوافق فيما بينها في الواقع هي في حالة اختلاف الميليشيات العربية الكثير منها مرتبط بقوات الدعم بقيادة الجنرال أحمدتي سيد ألكس اسمح لي أن أسألك هنا مجلس الأمن كان لديه تعقيب على ما جرى في الجمعة الماضية قبل أسبوع من الآن حول هذه الجريمة التي أوقعت نحو 25 طفل وتسع نساء قتلوا في هذه المواجهات التي جرت يقول مجلس الأمن هو دعا إلى إجراء تحقيق شفاف فيما جرى لكنه أشاد بالجهود التي يبذلها مجلس السيادة في السودان هل يمكن أن يعول على ما يقوم به مجلس السيادة الآن في السودان رغم الإنقسامات ورغم بأن كما ذكرت حضرتك لا حكومة فعليا الآن موجودة في هذه البلاد أعتقد أن إحدى الأشياء التي برهنت عليها هذه الحادثة هي أن المجلس الرئاسي غير موحد ولا يشكل قوة استقرار الجنرالات كانوا يتهمون المدنيين بأنهم لا يستطيعوا توفير الاستقرار في السودان ولكن الواقع هو أن الجيش أيضا لا يستطيع توفير الاستقرار العملية يجب أن تكون شاملة وتجمع كل المجموعات حتى يتم حل هذه المشكلة القديمة أكيد تعرف حضرتك في أكتوبر من العام 2020 كان هناك طبعا الخرطوم كانت على موعد مع اتفاق سلام بين جميع المكونات ووقعوا على اتفاق سلام بين جميع المكونات السودانية المتخاصمة ما عدا فصيلين نتحدث عن الحركة الشعبية وكذلك حركة تحرير السودان هاتين الحركتين لم توقعوا وهناك اتهامات بأنهما جزء من هذا الصراع الذي ما زال مستمرا ما هو السبيل برأيك لجمع كل هؤلاء يعني دون استثناء لأي فصيل من أجل إرساء السلام في السودان ما تقوله صحيح الحركة المسلحة التي تحظى بالدعم في دارفور وهي حركة تحرير السودان لم توقع على أي اتفاق مع الحكومة مع المجلس العسكري وإلى أن يحدث ذلك لا نتوقع أن نرى أي عملية تؤدي إلى الاستقرار في دارفور وهذه المجموعة مرتبطة أكثر سياسيا وأيديولوجيا مع حركة الاحتجاجات المدنية التي قاومت وبشدة الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب في شهر أكتوبر الشيء الذي كانت تتطلع إليه دارفور منذ 15 أو 20 عاما هو أن يتم تمثيل الجميع هذا النزاع في دارفور كان هناك لقاءات وكان هناك توقيع على وثيقة مبادئ في 2005 ولكن هذه المبادئ لم يتم تنفيذها ولا يجب أن ننتظر أكثر من ذلك هل تتوقع بأن الحل الآن رغم موجود كل هذا الحراكة الذي شهدناه في السودان من مظاهرات وكذلك يعني عزل الحكومة وإعادتها واستقالتها بعد ذلك هل الحل بتنحي المجلس العسكري وغياب العسكر عن المشهد قلبي يقول لي الجيش يجب أن يستقيل ولكن لا أعتقد أن هذا واقعي أن يكون الجيش غائباً كليةً عن السياسة يجب أن يكون الجيش أصغر وأن يكون مهنياً وأن لا تكون له مصلحة أساسية في السيطرة على الاقتصاد وهو ما يقوم به الجيش حالياً فأصابعه في كل مجالات الاقتصاد وهو لا يتصرف كجيش لحماية البلاد وإنما كمجموعة من الشركات الربحية الفاسدة والتي لها مصلحة في مقاومة الديمقراطية والشفافية والاقتصاد المفتوح وإلى أن يتم حل المشكلة المزدوجة الخاصة بالاقتصاد والديمقراطية أن تحل مرة واحدة وأن يتم إصلاح الجيش إذا لم يحدث هذا فالسودان سيبقى في نفس الوضع في بيان لسفارة الأمريكية في الخرطوم تحدث عن زيارة وفد أوروبي بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة إلى الخرطوم لتقديم الدعم كما ذكر البيان في السفارة إلى الشعب السوداني والمساعدة بانتقال هذا البلد نحو الديمقراطية هل تتوقع بأن الجيش يستقبل هذه الرسالة؟ أنها كانت واضحة هو تقديم الدعم للشعب السوداني والمساعدة والمساهمة بالانتقال الديمقراطي في السودان لو فهم الجيش عمق ونطاق الأزمة الاقتصادية التي تواجه السودان والحاجة لعملية إنقاذ كبيرة يتتم فقط عن طريق الولايات المتحدة والأوروبيين والبنك الدولي لا يمكن أن نضع دول الخليج مثلا لتقديم الدعم الضروري لإنقاذ السودان من الأزمة هذا يتم فقط من جانب الأطلسي لو لم يكن هناك انقلاب في أكتوبر والإطاحة برئيس الوزراء المدني الذي فهم هذا بكل وضوح وإلى أن يتم التراجع عن هذه الخطوة وجلب قيادة مدنية موثوقة تمثل المدنيين وتفهم هذا التحدي فإنني أخشى أن الجنرالات وبكل بساطة يلعبون بالسياسة والبلاد ستنزلق إلى أزمة أعمق أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة ضيفي من بوستن أليكس ديوال الخبير في أفشان السوداني والإفريقي وأيضا المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي ترجمة نانسي قنقر